السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في علم البيانات في وحدة مقدمة علم البيانات التعامل مع البيانات الثانية في الدرس السابق تحدثنا عن خصائص البيانات الضخمة المعايير الخمسة تحدثنا عن التنوع عن القيمة عن الحجم عن الموثوقية عن السرعة ولا بد من توفر هذه الخمسة حتى تسمى بالبيانات الضخمة أيضا تحدثنا عن تقنيات إدارة البيانات الضخمة الثلاثة تحدثنا عن مستودعات البيانات تحدثنا عن الحوسبة في الذاكرة تحدثنا عن محيرة البيانات التنقيب في البيانات الضخمة الماينينج بيك ديتا التنقيب في البيانات الضخمة يتم جمع البيانات الضخمة باستمرار بواسطة أجهزة الاستشعار والتطبيقات العامة والتطبيقات الشخصية إذن جمع هذا النوع من البيانات الضخمة يتم عن طريق أجهزة الاستشعار أو التطبيقات العامة أو التطبيقات الشخصية عملية الجمع بيانات ضخمة لا يمكن أن يتم جمعها عن طريق أشخاص وإنما آليا يتم جمع هذه البيانات وعملية الجمع ليست سوى الخطوة الأولى في العملية المشار إليها باسم اكتشاف المعرفة إذن عملية الجمع هي الخطوة الأولى في اكتشاف المعرفة يشير اكتشاف المعرفة إلى العملية الشاملة للوصول إلى المعرفة المفيدة من البيانات إذن نتحدث عن آخر خطوة في البيانات إذن نتحدث بيانات عملها معالجة كما قلنا تتحول إلى معلومات نعملها معالجة تحول لمعرفة حتى نصل إليها ونكتشف هذه المعرفة فعملية البيانات أو جمع البيانات هي الخطوة الأولى من إكشاف المعرفة إكشاف المعرفة هي العملية الشاملة للوصول إلى المعرفة المفيدة من البيانات ويشير التنقيب في البيانات إلى خطوة معينة من هذه العملية فالتنقيب على البيانات هو تطبيق لخوارزميات محددة لاستخراج الأنماط من البيانات إذن نطبق خوارزميات محددة لنستخرج منها النمط وما نريده من هذه البيانات هو النمط أننا نستخرج النمط حتى نستطيع أن نستشف المعرفة من هذه البيانات تحديد العلاقات المختلفة داخل هذه البيانات تعتبر الخطوات الأخرى في عملية تكشاف المعرفة مثل تنظيف البيانات وتكامل البيانات وتحويل صيغة البيانات والتفسير الصحيح لنتائج التنقيب ضرورية لضمان اشتقاق المعرفة المفيدة من البيانات إذن نتحدث عن مجموعة من الخطوات لاشتقاق المعرفة مجموعة من الخطوات أولاها تطبيق الخوارزميات ثم تنظيف البيانات تكامل البيانات تحويل صيغة البيانات والتفسير الصحيح نتائج التنقيب هذه كلها ضرورية لضمان اشتقاق المعرفة المفيدة من البيانات إذن التنقيب في البيانات Data Mining عملية اكتشاف الأنماط في كمية كبيرة من البيانات واستخراج المعلومات المفيدة منها أو المفيدة توقع السلوك المستقبلي المفيدة لتوقع السلوك المستقبلي ما معنى الأنماط؟ ما معنى أن نستخرج أو نطبق الخوارزميات لاستخراج الأنماط؟ نتحدث عن أنماط عندما يكون لديك بيانات مثلا لدي بيانات الطلاب لدي عمود مثلا من المشاركة عمود من الواجبات المنزلية عمود للتطبيق العملي أنا أريد أن أجد مثلا درجة الطالب فالنمط هو جمع هذه الدرجات أريد أن أظهر مثلا تقدير الطالب النمط هو تقسيم هذه الدرجة إلى فئات حتى أني أصنف هذا الطالب ضمن أي فئة من الفئات هذا ما يسمى باكتشاف الأنماط من البيانات ماذا ستفيدني هذه البيانات؟ بماذا أستفيد منها؟ هذا هو المقصود من التنقيب في البيانات إذن عملية اكتشاف الأنماط في كمية كبيرة من البيانات واستخراج المعلومات المفيدة توقع السلوك المستقبل بعض المهام الرئيسة التي يتم إنجازها عن طريق التنقيب في البيانات من المهام الرئيسة تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط والاتجاهات كما تحدثنا في الشريحة السابقة أيضا صياغة التنبؤات لمدخلات مجموعات البيانات المختلفة نقوم بصياغة للتنبؤات تصنيف أو تجميع أو توقع القيم المختلفة لمجموعة البيانات نتكلم عن تنظيف البيانات عملية تنظيف عملية تكامل البيانات ترتيب البيانات تسهيل عملية اتخاذ القرارات المدروسة إذن بعد أن ننهي عملية التنقيب يكون في تسهيل لعملية اتخاذ القرارات المدروسة خطوات اكتشاف المعرفة أولاها تصحيح البيانات تصحيح يتم عن طريق ماذا؟ تنظيف البيانات التالفة وغير المطابقة معنى بيانات التالفة حقل من الحقول فارغ الحقل هذا لا يطابق هذا العمود الحقل هذا لا يطابق هذا العمود إزالة أنواع البيانات الخاطئة وما إلى ذلك هذا ما يسمى بتصحيح البيانات عندما لا يكون هذا الحقل مثلا هذا الحقل عن المدن وأنا أضع فيه مثلا اسم شهر أو اسم يوم هنا هذه البيانات غير مطابقة غير مطابقة لمحتوى العمود أتحقق من صحة البيانات هذا يسمى تصحيح البيانات للتحقق من الصحة فيها تكامل البيانات يحدث التنقيب في البيانات من مصادر متعددة يجب دمج مصادر البيانات هذه في مجموعة بيانات واحدة بمعنى أن لدينا مصادر مختلفة للبيانات هذه المصادر حتى نعمل عملية تكامل نقوم بدمجها مثل ذلك أنا أريد أن أنظر مثلا إلى الطقس في الجو الطقس في الجو أحتاج أني أسحب بيانات من مستشعر درجة الحرارة أسحب بيانات من مستشعر الرطوبة أسحب بيانات من مستشعر الرياح وأدمج هذه البيانات مع بعضها البعض لأحصل على الطقس أو يكون عندي إلمام في هذا الطقس هذا ما يسمى في تكامل البيانات إن البيانات تتكامل من مصادر أو يتم جمعها من مصادر مختلفة فأجمعها مع بعض البعض للوصول إلى الهدف وعملية تكامل البيانات اختيار البيانات النقطة الثالثة من اكتشاف المعرفة تحديد جزء مجموعة البيانات الذي يجب استخدامه لعملية استخراج البيانات من المهم تحديد مجموعة البيانات الأكثر مواعمة لأهدافك لأن استخراج البيانات مهمة تستغرق وقتا طويل نعم اختيار البيانات يجب أن تحدد الهدف تحدده بدقة لماذا؟ لأن في حال عدم تحديدك سيتوفر لديك كم هائل من البيانات مما يضعف عمليات المعالجة لديك مما يكون حمل زاعد في عملية التخزين لديك مما يسبب لك مشاكل أثناء مراجعة البيانات والأخطاء مما قد يعطيك رؤى وتنبؤات غير صحيحة لكثرة البيانات وتشتتها لديك فيجب أن يكون اختيار البيانات دقيق أيضا لدينا تحويل صيغة البيانات يعد إعداد مجموعات البيانات الأولية وتنسيقها أمرا ضروريا لأن عمليات تنقيب على البيانات تحتاج إلى أن تكون مدخلاتها تنسيق محدد لتحليلها نعم البيانات تكون مدخلة ولكن التنسيق أحيانا يختلف من عمود إلى عمود فيجب أن يكون كل عمود للتنسيقاتها الخاصة في البيانات التي لا يتجاوزها حتى تكون آلية العمل واحدة حتى تكون آلية العمل واحدة ويمكن تطبيق الخوارزمية بسلاسة على البيانات المتوفرة لديك التنقيب في البيانات هي العملية الفعلية لتحليل البيانات واستخراج النتائج المرجوة من التحليل من خلال الأنماط إذن نبحث على النمط المناسب لهذه البيانات إذن ما هي الآلية والعملية التي سأجريها هذا ما يسمى بالتنقيب هذه البيانات في ماذا ستفيدني؟ هذه البيانات في ماذا ستفيدني؟ كيف أستطيع الوصول إلى الهدف؟ ما هي التنبؤات التي أرغب الحصول عليها؟ هذا يسمى التنقيب في البيانات تقييم النمط، تقييم الأنماط التي تم إنشاؤها خلال خطوات التنقيب عن البيانات وتحديد أيها مفيد لكل هدف محدد إذن لدينا أنماط نحن قمنا بتحديد أنماط متعددة هنا بعد أن أخذنا مجموعة أنماط مقترحة نسميها الأنماط المقترحة نبدأ الآن في هذه المرحلة تقييم الأنماط نأخذ جزء بسيط من البيانات ونقيم هذا النمط على هذه البيانات هل هذا النمط يطابق أهدافنا أم لا؟ لا، نأخذ النمط الآخر على الجزء أو يسمى النموذج الأولي أو العينة الأولى منه هذا يسمى تقييم النمط تمثيل المعرفة، تمثيل النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التقارير والرسوم البيانية والمخططات الواضحة والمختصرة بعد أن قمنا بعمل الأنماط أو تقييمها خلاص، اخترنا النمط المحدد الآن ظهرت لدينا التنبؤات هذه المعرفة نبدأ بتحويلها إلى تقارير ورسوم بيانية ومخططات واضحة حتى يكون بناء عليها الرؤى المستقبلية تكون جاهزة لمعرفة الرؤى المستقبلية هذه تسمى خطوات اكتشاف المعرفة البيانات الضخمة والتخزين السحابي كان التطوير في الماضي يعتمد أساساً على حفظ البيانات في وصائل التخزين داخل الشركة مما يطلب توفر مستودعات بيانات محلية عالية التكلفة وكذلك تثبيت برامج معقدة لإدارة تلك المستودعات ساهمت تطورات الحديثة في علوم الحوسبة والبيانات في استبدالها بالتخزين السحابي إذن بمجرد وجود التخزين السحابي لا حاجة لنا لمستودعات البيانات في الشركات لا حاجة لنا لبرامج معقدة لا حاجة لنا لوجود أجهزة ذات إمكانات هائلة في الشركات موجودة في التخزين السحابي هي من تقوم بذلك فهنا ساهمت طورات الحديثة في علوم الحوسبة والبيانات في استبدالها بالتخزين السحابي والذي يعد مثابة الحل الأمثل لتخزين البيانات الضخمة وذلك لما يلي أولا توافر النطاق العريض عالي السرعة على نطاق واسع يسهل حركة البيانات من مكان إلى آخر ومع وجود بيانات منتجة محليا لم تعود هناك حاجة لتخزين البيانات داخليا بل أصبح من الإمكان نقلها إلى التخزين السحابي لتحليلها بمعنى أن حتى الشركة التي لديها بيانات ضخمة داخل هذه الشركة لا حاجة أن تقوم بتخزينها محليا لماذا؟ لتوفر النطاق العريض عالي السرعة رفعها سحابيا حتى لا يكون لديك أجهزة محلية أصبحت غالبية التطبيقات أيضا تعتمد هذه النقطة الثانية على التخزين السحابي بما يعني أن عملية إنتاج المزيد من البيانات وتخزينها سحابيا تزداد باستمرار ولقد ساهم ذلك في قيام أعداد متزاعدة من رواد الأعمال بعمل تحليلات جديدة لبيانات الضخمة لمساعدة الشركات على تحليل البيانات السحابية في كثير من المجالات مثل معاملات تجارة الإلكترونية وبيانات أداء تطبيقات الويب هناك جوانب متعددة للتخزين السحابي تجعله خيارا أفضل للشركة فمثلا يمكن أن يشمل التخزين السحابي أنظمة تخزين البيانات الضخمة وكذلك أنظمة النسخة الاحتياطي وتوجد الكثير من الخيارات المتاحة من قبل مزودين الخدمات مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل نلاحظ هذه شركات من كبرى شركات مزودين الخدمات للتخزين السحابي مع توفيرها حماية البيانات والخصوصية وبالطبع قابلية التوسع والتكلفة المعقولة لهذه الخدمات قابلية التوسع بمعنى أنهم يعطونك مساحة وبإمكانك أنك تزيد المساحة مجرد أنك تدفع مبلغ وقدر معقول وتزيد هذه المساحة أفضل من شراء أجهزة ذات إمكانات هائلة لديك في الشركة وتكون مكلم إذن تخزين البيانات الضخمة والتخزين السحابي باستخدام النسخة الاحتياطية السحابية لبيانات الضخمة يمكن مؤسساتها لاستفادها من الخدمات من مراكز بياناتها التمتدى عبر مواقع جغرافية متعددة مما يضمن التوافر الدائم وهذا مهم جداً واستعادة البيانات بسهولة تحدث عن التوافر واستعادة البيانات بالنسخة الاحتياطية أيضاً باستخدام التخزين السحابي يمكن نسخة البيانات احتياطياً عبر عدة مراكز بيانات في مناطق مختلفة من العالم وبذلك لا يتم الاحتفاظ بالنسخة الاحتياطية في مكان واحد بمعنى أنك تستطيع أن تجعل لك أكثر من نسخة في أكثر من قارة حول العالم توفر تقنيات تخزين السحابي أو توفر خصائص أخرى للحماية للنسخة الاحتياطية بحيث يضمن مقدمون تلك التقنيات حماية البيانات المنسوخة احتياطياً إلى التخزين السحابي عبر تقنيات التشفير المتقدمة قبل القيام بنقل البيانات وخلال نقلها وكذلك بعد نقلها إذن مضمون تشفير هذه البيانات قبل وأثناء وبعد نقل هذه البيانات إذن بياناتك بأمان في عملية تخزين السحابي وكما ذكر سابقاً فإن معالجة البيانات الضخمة تطلب سعى التخزين وقوة معالجة أما من حيث السعى التخزينية فإن التقنيات السحابية تفي بهذا الأمر ويمكن للشركات الحصول على خدمات التخزين القابلة للتوسع بيسر يمكن لهذه التقنيات أيضاً تلبية مطلبات الحوسبة لتحليل البيانات الضخمة وقد أصبح خبراء تحليل البيانات يوصون باستخدام الخدمات المدعومة السحابية للقيام بعمليات التحليل لإدراكهم بالإمكانيات اللانهائية التي توفرها التقنيات مزايا وعيوب تخزين البيانات الضخمة سحابية يمكن من خلال الجمع بين تحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية إيجاد فرص لم تكن ممكنة من قبل لفهم البيانات والحصول على المعرفة ودعم عمليات اتخاذ القرارات يجب عليك النظر إلى المزايا وكذلك إدراك التحديات يتعلق باستخدام الحوسبة السحابية في العمليات المتعلقة بالبيانات الضخمة إذن نتحدث عن المزايا والعيوب المزايا أنها كما قلنا تطلب الكميات الكبيرة من بيانات منظمة وغير منظمة وتوفر شبكات ذات نطاق إرسال واسع وذلك سرعة الإرسال والتخزين وأيضا يوفر بنية تحتية متاحة قادرة على التوسع للتعامل مع أي مقدار من حركة مرور البيانات مطلبات تخزين هذه هي الميزة الأولى الثانية يؤدي تخزين البيانات الضخمة السحابية إلى التخلص من الحاجة إلى الاحتفاظ بأجهزة وبرامج وموظفين متخصصين عند الحاجة إذن يكون فيها قلة تكلفة من حيث الأجهزة من حيث البرمجيات من حيث الموظفين فتكون أقل تكلفة ويعد نموذج الحوسبة السحابية المبنية على الدفع حسب الحاجة للخدمات أكثر فاعلية من حيث التكلفة مما يساهم في خفض التكلفة وزيادة الكفاءة والحد من هدر الموارد الميزة الثالثة لدينا تركز الشركة على عمليات تحليل البيانات بدلا من إدارة البنية التحتية إذن يكون هدف الشركة هو تحليل البيانات بعد رفع سحابيين والتخزين السحابي هذه البيانات الضخمة هدفها الأساسي هو تحليل هذه البيانات بدلا من الاهتمام في البنية التحتية والأجهزة فيكون التركيز على تحليل البيانات العيوب تقدم تخزين البيانات الضخمة سحابيا تقدم كنية التحكم باشرة أقل في عمن البيانات وقد تعرض إلى انتهاك البيانات قلنا أن فيها تشفير وفيها حماية ولكن لا تزال معرضة للانتهاك بما أنها تمنق لها سحابيا فهي معرضة للتجسس وبالتالي إلى عواقب خطيرة فيما يتعلق بلوائح خصوصية البيانات يمكن لمزود الخدمة السحابية رفع تكلفة الخدمات التي يقدمها في أي وقت بمعنى أن تتفقت مع شركة ورفع أو تخزين سحابي ممكن في أي لحظة أن يضاعف السعر وبياناتك لديه فهذا من ضمن العيوب الموجودة للبيانات المخزنة سحابية يعني تخزين البيانات الضخمة السحابيا أن توفر البيانات تعتمد على اتصال الشبكة تؤثر المشاكل المتعلقة بالشبكات كتدني جودة الاتصال أو تأخر الاستجابة بمعنى أنك وأنت على الشبكة قد يكون هناك مشاكل في الشبكة عطل في الشبكة بطء أحيانا في الشبكة في رفع هذه البيانات فتواجه عملية تأخر الاستجابة والتي قد تظهر في البيئة السحابية على سرعة جمع البيانات وتؤثر على سرعة جمع البيانات ومعالجتها وعملية تخزينها هذه هي مزايا وعيوب تخزين البيانات الضخمة سحابيا في هذا الدرس تحدثنا عن التنقيب في البيانات الضخمة تحدثنا عن خطوات اكتشاف المعرفة تحدثنا عن البيانات الضخمة والتخزين السحابي أيضا عن مزايا وعيوب تخزين البيانات الضخمة سحابيا وكما نؤكد أعزائي الطلاب أن لكل شيء فوائد وعفوا المميزات وعيوب وعرضنا لك المزايا الخاصة بالتخزين السحابي البيانات الضخمة والعيوب فعلى حسب الهدف وعلى حسب الحاجة وعلى حسب البيانات مثال ذلك في العيوب مثلا اللي هو الأمان أمان البيانات إذا كانت بياناتك لا تحتاج إلى أمان عالي فيلغى هذا من العيوب ويكون ميزة فتنتقل أو يكون التخزين السحابي أفضل لهذه البيانات فإذا على حسب الاحتياج وعلى حسب الهدف من هذه البيانات يكون هل تختار التخزين السحابي لهذه البيانات أم لا فعلى حسب الاحتياج سؤال ما فائدة تنقيب البيانات شكرا لكم على حسن المتابعة نتقيكم في الدرس القادم بين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته